صباح النور. الوريدات ديالي كديري اللبس عليكم. محبابيكم في قناتي وقناتكم تاويل وتدابير منزلية مع ام علي. اليوم ان شاء الله سنحضر لكم الحم بالبرقوق على طريقة الاعراز كيف تشوفوا اللون دياله يجي محمر وافتدي بزبدة وواقف زيته يعني مضغمر. نتمنى تشوفوا الفيديو اللي انا شرح ادق التفاصيل لنجاح هذا الحم. مهم اللي اعجبكم حولوا تبارتاجوه مع المعارف ديالكم. ما تنسوني شفلي لايك. وكان نتمنى يندموا اخوات جدادات القناة. وتغطوا على زر اشتراك ويفعلوا الجرس باش يوسلهم كل جديد. قبل ما نبدأ المقادير وطريقة تحضير صراحة وبدون افتخار الحم بالبرقوق مع طيلي. يعني فوق ما كان شي مناسبة في العائلة او صحبتي او الجيران كان سرع للحم بالبرقوق. اللي كنت عندي يعني هاد الوصفة كتلبني لغوسيت كاز قولي المقادير. كاز قولي شنا هو سير للده. حاولوا تشوفوا الفيديو حتى الاخر لانني شارحة ما بخلت عليكم حتى يعني حتى اسرار ولا قال لي زا ستوست ذكرتها في الفيديو. مهم فرجة ممتعة. وما تنسونيش دعوات الخير دائما كنقول لكم دعوات الخير احسن من اللي لايك. ومن البارتاج. ومن كل شي يعني دعوات الخير هي المهمة. فرجة ممتعة للجميع. بالنسبة للمقادير اللي غدي نحتاجه في هذا الوصفة عندي هنا كيلو ونص ديال الحم. اي طرف بغيتهم. الاحسن يكون ديال العنقرة. تمو شنو شنو كاتف الدلو. عندي هنا الحم الغنمي. ممكن تديرو البقري. المهم للحم على حسب افراد العائلة. بواتوا تديرو كيلو ونص ولا جوج ولا ثلاثة. عندي جوج بصلاة كبار قطعتهم بات طريقة. وهذه ندير واحدة ربيطة ديال القصبور. او للمعد نوستيب وتونتمهم. الاحسن ما تقطعوش غديرو يتلقين نسمة. هذين هندير واحد المعرقة صغيرة ديال سكين جبير. نسم عرقة ديال البزار. معرقة ديال الخرقو معرق. وقاعق اللو بسي بيسا. لما غنديرو مش بزاف. لاخوات تسولوني على صير لبدا ديال الحم ديال الارس. هذي هي قاعق اللو بسي بيسا. غديرو تتحنوها. وديروا واحد راس معرقة. ما تكتروش ره. الحاجة هي لازت علاها حد هارة كنت نقل ويلة ضدها. يعني ما نكتروش غي واحد راس معرقة. ديال الزعفران شعرة غدين ديرو هنا يا ونفزقو. ندير في المنخ اللي حتى يطلق. اللي ما عنداش الزعفران شعرة ممكن تدير واحد دامة ديال البناء ديال الزعفران. في اخر مرحلة غدين حكي شوية ديال سكين جبير تري. اختياري اللي ما عنداش ما تديروش. وبدين غدين نحتاج البرقوق والمشماش. وغادي نحتاج اللوز راني ما حطيتوش هنا. وغادي نحتاج القرفة وشوية ديال ساندة. مهم دبها الاول اوزيت العود. ما عارتوش اذكرت التومة ثلاثة التومات محكوكين. وبدين ديرو الثوم بودرة. ومجيبتوش البانية وغادي ندير في هاديك العطرية. الزعفران شعرة خليته افر يعني في الزكتوب الماء وخليته حتى هي. طيب اللحم عاد نديرو الزعفران. هادي ندير تقريبا واحد كاس ديال العنباء ديال الماء. وغادي نخلط هاد العانا صير مزيان. ونرقد في هاد اللحم ونخليه. اللي عند هالوقت تخليه للا كاملا مرقد في هاد الماغيناد اولا ساعة ساعتين ونغطيه واحد بلاستيك ونخليه فتلاجة يشرب هاد هاد لاصوس. شحال ما خلينا مرقد في هاد لاصوس شحال ما كيجينا للحم بنين. وصير نجاح للحم اي وصفة دي كما كان قليكم هي تنقصو عليها العافية وتخليها الطيب علمها الشمعاء. خديت واحد نجرة كبيرة. غادي ندير فيها واحد ديال ميلقة ونصتها الجوج ديال زيت العود او لا زيت المائدة اللي كتفضلو. الاحسن ما تكتروش الزيت لانا الحم الغالمي كتكون فيها كيكون فيه ليدان. شما تجيكم يعني ديك المرقبة فيها الزيت سبزة. تيكون كتكهم. بالاحسن اللي بصلات تديروها بها الطريقة باش ديكم الدغميرة يعني باش البصلات تدوب فيكم في ديك الدغميرة ما تبقاش بينه. ديك اللي حم خليته ترقد في ديك لاما غيناد واحد الساعة بلا ساعة اللارو. تبا غادي نشعل عليه ونغطيه ونخليه حي علمه البحل الشمع يعني ما نجهدوش الغوطة حتى يتقلم زيان نقلبوه هنا وهنا وهنا حتى يتقلم زيان عاد نتلقاو باش ما ننطورش عليكم الفيديو. ضروري نخليو ذاك الحم الحم ديانا يتقلم زيان واحد ساعة. تبا ذاك الماء يعني اللي كنت مرقدا فيه الزعفران شعرا هتلق اللون ديالو كيما كتشوفوا اللون ديالو الزوين كي يعطيه اللون كي يعطيه اللبنة كي ما قلت لكم نغسنا نقليو اللحم من جميع الجهات نقلبوه هكا وهكا على نار مهيلة. احد الاخت كان سولاتني على مطيشة. ما كان ديروش مطيشة في اللحم هكا بالبرقوق. مهم نخليوه يتقلاتون ساعة ولا نساعة باش ديكم نتيجة زوينا. ليه ما البوطة شمعة. هذي نخليه يزيد التقلة حتى يشرب لنا يعني يتشرب هاد المرقة وكح. عاد نتلقوه باش نكملو الوصف. يعني راه ريحة ما نقول لكم مش ريحة رائعة كتاقي. واللي وغد يقع عقل له بسي بيسة فهاد المرحلة تديرها. يعني تدح لهم. وتدير واحد راس المعيلقة ما تكتروش كي ما قلت لكم قبيلة. وهدي ندير واحد الربوطة ديال القصبور. واحد الحكا ديال سكين جبيره دبا. دبا غادي ندوزو باش نعسلو بك دوك الفواكه الجافة. كما كتشوفو عندي ايه كمية قليلة ديال اللوز درتوه في الماء برد. غادي ندير البرقوق ولمشماش ونخليفو قلبو تحته يغلي. ونحيد هاد اللوز نفسه. ونقليف زيت كون برده. داروه اللوز ولا كاوكاوي لابوتو يجيكم مقرمل. الزيت كون برده على نار مهيلة. ونصفي حتى هاد البرقوق ولمشماش من هاد الماء غير يغلي ونحق نصفوه من هاد الماء. ونهز من المرميطة من داك الماراق ديال ديال التنزرة. وندير وندير الماراق هنا. ونخلي حتى يطعب ويتنسم بديك بديك هاد المرميطة ديال الحم. عادي من البيض غادي نضيفو شوية ديال السكار ساني دا وشوية ديال القرفة. باش يجينا لديد ومنسم هاد البرقوق ولمشماش من بعد ما غلالينا ذاك ذاك المال اللي قدرنا نقبلها فيها البرقوق ولمشماش واللوز حيث ذاك اللوز بسختوق اللي توفزي تكون بارده كيمالك لكم قبيلة. وصفويت ذاك المال اللي كان هنا. دا بضفت شوية من ذاك الماراق اللي في تنزرة. ونخليه حتى يطعب بعد نضيفو ساني دا والقرفة. وعينكم ما تغفرش على التنزرة. مرة مرة تلو عليها. ضروري لاختتها الماء مثلا اخسط هالمرقة زيدوا الماء طيب مع عمركم تديروا الماء بارد. اولا الماء بارد رهما يعني كي يحبس الطهي ديال الحم غادي ياخد مدة طويلة. ومرة مرقة وتقلبو ذاك اللحم. لجلي هالخورة باش دغيه يطيب. اصلا هاد الحم صغير ما يحتاج شطان جرس الضغط. إلا عندكم انتم هاد الحم كبير ممكن نديروا افتان جرس الضغط وتديروا واحد لعدم ولاجو جليال تمر. اول برقوق كي يطيب هنا يا. بعد ما طاب لنا الحم ديب غادي نديروا في واحد لاتا كدخل الفران. وغادي نحيذو الموتال التنزرة. وغادي نخليوها تلبا. هدك الربيع غادي نحيذو اللحو. ونخليوها حتى توقف زيتا. يعني ضروري جئت دغمر لنا هاد هاد الامريقة. وبالنسبة للحم ما تطولوش في الفرانة باش ما يبسش ليكم يعني غي واحد شوية غير حمار. انا غادي ندهنو بشوية الزبدة سبيسيال. واحد الاخت قلت ليش نايز زبدة سبيسيال. قلت ليسمي. قولي لي الماركة. يعني بحال صون طرقال بحال جودة يعني ماركة مزيانة العبارة مزيانة. احسن ما تديروش ماركاريلي انا غادي جيل ما دا قضيالها خايف للحم. غادي تضيع عليكم الحم. اللي ما كاز فضلش الزبدة ممكن تدير شوية الموت اغد او لا السمن. انا السمن ما كيعجبنيش. كان فضل ندير الزبدة. غادي نحمروه مزيان. والتعقاد ليا ديك الدغميرات ستوقف. ونتلقوه. نتمنى هالفيديو يكون اعجبكم ويكون فادكم ولو بالقليل خصوصا المبتدئات بزرد يا الاخوات كي يقولوا لي يا الدجاج كنعرفون نطيبوه ولكن الحم كنخافو منه. يعني را كل شي دابة واضح وبين حتى حاجة ما بقات صعيبة. آآ يعني كل شي شرحتو كل شي ما بخلت عليكم. كما كنقول لكم دي مرة ما نبخل عليكم حتى حاجة اللي كنعرفها. مهم ما تنسونيش فلي لايك وبرتاجوا وبرتاجوا الفيديو مع اكبر عدل ممكن. باش القناة دي تعرف اكتر وتكبر اكتر وتعوم الفائدة. والهلا يخطيكم عليا وشكرا على الكلام الرائع شكرا على الحب شكرا على التقدير عفوان شكرا على كل شي صراحة بزرد لاخوات ما كيعرفوك شك يسولوا عليه كيسولوا خين غبرتي يا كمام وريدان هلا يخطيكم عليا الله يجازيكم بالخير. مهم آآ قبلوا عليا الى فيديو اخر ان شاء الله.